هذه الحرب اليمن فضحت الحكومات العربية وفضحت المتواطئين مع الاحتلال يعني ما في رد تضامني مع اليمن الرد الوحيد قال هو مع الشيخ أحمد الخليلي اللي هو مفتي سلطنة عمان هو الوحيد هو الشيخ الوحيد اللي تضامن مع الأشقاء في اليمن وأدان العدوان وقال إنه إحنا مع اليمن مع الأشقاء اليمنيين طب وين جامعة الدول العربية طب مش دولة عربية اليمن مش شعب عربي هذا اليمن وين أبو الغيط ولا سمعنا كلمة منه ولا كلمة ولا قالوا إنه والله دين مشاطرين في الإدانة حتى الإدانة أصبحت عندهم يعني بالقنطار يعني أو بالنقطة ولا أدانوا ولا عقدوا دعوا الاجتماع للجامعة العربية هذا اجتماعاته متافة بس على الأقل شوية حية يعملوا اجتماع قولوا والله هذا أشقانة تعرضوا لعدوان ميناء الحديدة تعرض لعدوان يعني هذا أبدا ما قالوه أبدا ولا لكن زي ما حكيت إنه هذا العدوان على اليمن على الحديدة وضرب أهداف مدنية هذا يعني حقيقة أعطى كرت بفتوح للمقاومة لمحور المقاومة لضرب الإسرائيليين وينما كان أنتوا بتدمروا مؤسسات مدنية وبتقتلوا مدنيين طب أوكي خلص الآن إحنا في حل يعني وأسمعنا السيد محمد عبد السلام واللي هو المتحدث باسم أنصار الله قال بالحرف الواحد إحنا لن نلتزم بقواعد الاشتباك على الإدانة النتائج المترتبة على هذا العدوان الإسرائيلي حتكون خطيرة جدا أنا في تقديري هذا أكبر خطأ ارتكبوه اللي بيدعوا اندهاءوا اللي هم الإسرائيليين اللي فاكرين حالهم هم الأذكياء وإحنا العرب الأغبية هذا وقعوا في مصيدة غير عادية حولوا اليمن إلى دولة مواجهة يعني الآن واليمن يعني ما في حدا اشتبك مع اليمن أو غزى اليمن إلا انهزم فهذا إن شاء الله بداية الهزيمة أو هي الطريق إلى الهزيمة الإسرائيلية النهائية لأنه اليمني إذا قال فعل فهذا يعني هم الآن بقول لك إحنا والله إحنا كله فدى فلسطين إحنا بدنا نستشهد من أجل فلسطين وهم يعني كسروا العزلة على الشعب الفلسطيني عندك دول عربية وعندكم دول عربية ما شاء الله عندها طيارات وعندها صواريخ وعندها هيئة تصنيح حربي وعندها يعني للأسف ما حدا فيهم وقف مع الشعب الفلسطيني إلا هاي الأشقاء في اليمنيين والأشقاء في جنوب لبنان وفي العراق هذا هو الوقف الحقيقي فهنا التاريخ الآن يصنع أنه أهلنا في قطاع غزة بعد هذه الغارة اليمنية على تل أبيب والله في حالة ارتياح طبعا الله يعينهم يعني لا في مية لا في كهرباء لا في طعام لا في يعني دواء لكن لما بيشوفوا أنه أشقاءهم في اليمن وقفين معهم بهذه الصورة بينما الدول العربية رئيسية وتعتبر حالة عظمى لم تتدخل لحمايتهم أو الوقوف إلى جانبهم طبعا الله من حقهم لكن الآن تغيرت الصورة ما عادت هاي الدول الكبيرة بالحجم والسكان هي الرئيسية لا أصبحت اللي كان يقولوا عنها دول الأطراف زي اليمن هي الأصبحت الدول العربية الرئيسية الدول العربية اللي عندها كرامة وعندها عزة نفس وعندها استعداد للتضحية من أجل اللي هو العروب والإسلام والشعب الفلسطيني والوقوف ضد الظلم ضد حرب الإبادة في قطاع غزة الآن المعركة هاي يعني اليهود الإسرائيليين فتحوا على نفسهم عشد ببير يعني ما فيه زي ما قلت ما فيه واحد اتورط في اليمن إلا انهزم وانهزم يعني بشكل غير عادي الآن هاي الحرب شوف كل هذا اللي بيصير مسيرة واحدة بس مسيرة واحدة يافا الله يسعدها الله عاشة الأسابي مسيرة يافا وتعمدوا اليمنيين يسموها يافا اللي رأت شوفوا لاحظوا ما بيستعملوا الأسماء الإسرائيلية أو الأسماء اللي فرضوها الإسرائيليين وغيروا الأسماء لا ولا بيقولوش تل أبيب بيقولو تل الربيع بيقولوش مثلا إهلات بيقولو أم الرشراش أعادوا لفلسطين عروبتها حتى في الأسماء لا تجروا دولة عربية كبرى بين قسين إنها تقول والله تل الربيع أو تقول حتى على إسرائيل عدو اليمنيين لا بيقولوا هذا عدو واللبنانيين بيقولوا هذا عدو والعراقيين بيقولوا هذا عدو تتغيرت الصورة بشكل أساسي أنا استمعت لخطاب السيد عبد الملك الحوثي يعني حقيقة كان خطاب دسم جدا بقولك إحنا سعداء بأن تكون بيننا وبين إسرائيل تكون بيننا حرب مباشرة إحنا هذا العدو إنه نكون إحنا يعني كان يوجهونا بالعملاء الآن لا أصبح حربنا بين معاهم مباشرة فيس تو فيس زي ما بيقول وجها لوجه يعني وهذا إنه إحنا عندنا استعدادات لكل القرارات الإسرائيلية أو الردود الإسرائيلية هذه حرب طويلة وحرب مفتوحة ترجمة نانسي قنقر